إيه هو بقى أدب الرحلات؟ يعني بتصنفه إزاي أنت ككاتب النهاردة لما تحب تكتب أدب الرحلات؟ أو لو حد عايز يقرأ عن أدب الرحلات، أنت بتصنفه كإيه؟ يعني إيه هو أدب الرحلات؟ بيتكتب إزاي؟ هل يشروط معينة؟ يعني شكله إيه أدب الرحلات؟ هو لون مستقل بذاته في الكتابة، يعني هو مختلف عن الرواية، عن النصر، عن الشاعر، هو لون مستقل بذاته أساسياته طبعاً أنك تكون سفرت، لأنك لو ما سفرتش، مفيش تكتب أدب الرحلات خالص هو عبارة عن أنك حتوثق وتدون كل الرحلة أو الترحال أو الصفر لأي حد حيقرأه سواء حيقرأه دلوقتي أو حيقرأه بعد خمسين سنة أو حيقرأه بعد أكتر من جده تعمل ده بكل التفاصيل، أنك حتركز في تفاصيل البلد، في تفاصيل الناس، انطباعتك عن البلد وعن الناس وعن الشعوب وعن الثقافات والعادات وقتها أنت بتكون مركز أكتر لأنك مش مسافر بعين السايح، أنت مسافر بعين المستكشف ودي أعمق بشويتين من السايح